السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تكملة لحلقات الخلافة الراشدة حلقة اليوم بعنوان عهد الحسن بن علي ونهاية العصر الراشدي الحسن بن علي رضي الله عنهما هو هذا كان عصره من سنة 41 هجرياً وانتهت في نفس العام وهو عام 661 ميلادياً بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع الحسن وهو أكبر أبنائه في الكوفة كما أيضاً بويع معاوية من جديد في بيت المقدس ودعاه أهل الشام بأمير المؤمنين وكان الحسن لا يريد القتال وينفر من الحرب خاصة وأن معاوية تحرك نحو العراق ونزل الأنبار في طريقه إلى المدائن فأراد أن يحقن دماء المسلمين وهو يدرك توحد كلمة أهل الشام حول معاوية وتفرق أهل العراق رغم مبايعتهم له فلم يعود يثق بهم بعد أن خذلوه كما خذلوا أباه في صفين لذلك كتب إلى معاوية يسالمه ويراسله في الصلح واصطلح معه على أن يتولى معاوية الخلافة ما كان حيا فإذا بات فالأمر للحسن ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول من عام 41 هجرياً والموافق لعام 661 ميلادياً دخل معاوية الكوفة وبايعه الناس ثم عاد إلى دمشق بعد أن ول المغير بن شعبة على الكوفة في حين رحل الحسن إلى المدينة المنورة لينزوي بها مع من بقي من الصحابة وأبنائهم وقد سمي هذا العام بعام الجماعة وذلك لإجماع المسلمين فيه على خريفة واحد عمل معاوية خلال عهده على جعل الخلافة محصورة في البيت الأموي وجعلها وراثية عن طريق البيعة لابنه يزيد وبعد وفاة الحسن سنة 940 هجرياً والموافقة 670 ميلادياً سنحت الفرصة التي كان ينتظرها معاوية فدبر مبايعة ابنه من قبل وفود تنوب عن أهل العراق والشام في حين عارض أبناء الحجاز وبالأخص أبناء المدينة المنورة وفي مقدمتهم أبناء الصحابة عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن أبي طالب عارضوا هذه الخطوة فاستنكر عبد الرحمن بن أبي بكر ولاية العهد قائلاً والله ما الخيار أردتم لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كما مات هرقل قام هرقل وكما قال عبد الله بن عمر إن هذه الخلافة ليست بهرقلية ولا قيصرية ولا كسروية يتوارثها الأبناء عن الأباء ولو كان كذلك كنت القائمة بها بعد أبي لكن معاوية تابع خطته فقدم إلى الحجاز في ألف فارس سنة خمسين هجرية والموافقة لسنة ستمائة واحد وسبعين ميلادياً وأدى فريضة الحج بمكة ثم دخل المدينة المنورة وأمر القوم بمبايعة يزيد تحت ضغط السيوف فبايعه الناس وهكذا انتهى عهد الدولة الإسلامية الراشدة وبدأ عهد الدولة الإسلامية الثانية أي الأموية وتحول نظام الحكم من الشورى وبساطة العيش إلى التوريث وسارت على هذا النهج باقي دول الخلافة الإسلامية بعد الأموية ترجمة نانسي قنقر